كلمك في ان انا لما بايجي بقيم لاعب تمام هنا بقيمه فنين بس وبحدد سعره فنين بس تمام ولا بحدد هو قدم ايه للنادي قدم ايه للفريق كتوتل يعني في الفترة اللي هو كان موجود فيها جاب ايه وطلاق هنقول اصبات ما اخدنا لك برضو هو يعني خاني اتكلم اسم برضو بايه بمنطق ان انا لعب كورة ميش برضو هو لعب كورة ما بيش بلعب لوحده انت فهم اصد ايه يعني ما ينفعش تحمل مسئولية مثلا على لاعب وان هو اه هو اللي مش هو مش هو اللي هيجيب البطولات لوحده انت فهم اصدقل لان هو هي عناصر معاك يعني فريق كامل متكامل 11 لاعب مدرب باحتياطي فانا مش هلعب لوحده طيب بس هو كلاعب لا ليه يعني ليه دوره جوه الملعب يعني مؤثر اسألك سوال هتزعل مني فيه لا وزعل طيب ماشي انت كنت قلتلي قبل كده في حلقات ان مفيش لاعب في مصر يستاهل اكتر من 3 مليون 4 مليون جنيه ماشي اه ليه يجي رمضان صباح قلتلك اعلى لاعبي بعشرة مليون ده اعلى لاعب كام عشرة مليون طيب احنا نمشي الوقت اعلى لاعب بالنسبة لك كام عشرة مليون عشرة مليون لما الاهل الاهلي يعرض على رمضان صبحي خمستاشر مليون كويس طيب هل هنا بقى الاهل الاهلي قصر بس هو اخد بالك هو الفارق مع رمضان ان هو برضو ايه يعني يعني هو مرتبط بنادي في انجلترا فهو استغل الحتة دي وفي نفس الوضع عارف ان المركز بتاعه قليل جدا في مصر وعارف ان الاهلي قصر وعارف ان الاهلي محتاج المركز بتاعه محتاجه جوا النادي يعني هل هنا استغلى الموقف المشكلة عفاك يا دي كورة يعني اندي مش كورة لا بس انا انا عارف ان انا الوحيد اللي مماسك يعني النادي اله دو كورة كده يا اسلام ايو النادي اللي صاحب الفضل عليه اسلام خلي شعرات ونبه اسلام خلي الشعرات على جنب ليه الشعرات على جنب خليه على جنب يعني بجد انا بتمنى حتى والله الجماهير تستوعب اللي كله باتي عشان بنخطب الجماهير ومنخطب الولاد خلينا من الشعرات دي خلينا خلي الشعرات على الجنب عشان والله هو الجماهير دي الجماهير بص هو الوحيد اللي بيحب الاهلي والزمالك هي الجماهير هم دول اللي بينتموا فعلا للاهلي والزمالك يعني انت ما خلش بتحب الاهلي لي انا عمر ايه وانت بتلعب لي انا عمري عملتها اصرت معنا ده ايه لا اما انت بتقولو الجماهير ايه انا بنتامى للمكان اللي انا فيه اه اه طيب ما تحبش الزمالك لما كنت ايه لمشكلة الانتماء الانتماء اللي الجماهير بس اما بقى هتطلع تقول ايه اصل ده ابننا ومش ابننا والشعرات دي ما بتأكينش عيشه وفيه تجارب كتيرة سواء في الاهلي او في الزمالك مرت. اه يعني انت لا تقتلع بفكرة الابن النف. انا بصراحة اولا لما بسمعها بعد اضحك. والله. والله بتكلم بجد. بعد يعني بس عارف انت لو اتكلمت هيقولك. ده رمضان ليه كان اعلان شهير. انا انا بنتقلع. ابن النف. بنازل عليه كوميكس. بقى انا مبقتلاش. والله انا مشتوف. اه والله انا بجد. اه ها هي دي او انت لو موجودك انا هيحصل كوميكس. ايه كتير. كتير. طب اشهر او ابرز موقف ممكن يحصل على ابراهيم سعيد كوميكس. لحبة اكتير اوي. طب فكر فيه وبعد الفاصل. مش عارف شافتك. بعد الفاصل اني كمل مع.